بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة العراقية المنتهية ولايتها برئاسة حيدر العبادي مهددة بالإلغاء بما يخص تظاهرات عددا من المحافظات العراقية وقرارات أخرى اتخذتها الحكومة بفترة ما بعد الانتخابات النيابية في البلاد غياب الغطاء القانوني والدستوري لبعض تلك القرارات والإجراءات كون باتت حكومة العبادي ما بعد الانتخابات هي مجرد حكومة تصريف أعمال لا يمكن لها أن تؤدي دورها كما قبل فترة الانتخابات على اعتبار أن المواد الدستورية قد وضع توقيتات زمنية تنقل مهام عمل الحكومة من كامل الصلاحية إلى بعض الصلاحيات البسيطة هذا الموقف وبحسب مصادر جعل من رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة عادل عبد المهدي أن يتذمر ويبدي استياءه من إجراءات عديدة اتخذتها في الفترة الأخيرة الحكومة المنتهية ولايتها على اعتبار أنها ستضع الحكومة الجديدة بموقف مع المستفيدين من هذه القرارات إذا ما كان تمتلك الغطاء القانوني أبرز الإجراءات المتخذة بموافقة العبادي والتي تحوم حولها الشكوك القانونية هي ما تخص علان ألاف الدرجات الوظيفية أبان فترة التظاهرات إضافة لإحداث بعض التغييرات في مناصب مهمة ببعض الوزرات الأكثر من ذلك هو آخرها توقيع اتفاقية مع شركتي جنرال وسيمينز لتطوير وتهيل القطاع الكهرباء في البلاد يشار إلى أن مجمل هذه القرارات سيحسم مصيرها من خلال لجنة القانونية النيابية المشكلة من أجل الإطلاع على الموقف القانوني لتلك الإجراءات من بغداد كرار زيدي دابليو تي بي